سلام عليكم إزايكم وأخباركم إيه يا رب يكونوا بألف خير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة من الأجواء الريفية الإيرانية لكلنا بنحبها تعالوا نشوف كمان استعدادتهم كمان في عيد الفطر المبارك بقى والأجواء الحلوة جدا وهنشوف كمان الأسواق قبل عيد الفطر المبارك بتكون عاملة إزاي وإيه الحاجات الحلوة كمان اللي بيعودوها في الأسواق بتاعتهم زينا هنا كمان في مصر وجوا بقى الاحتفال بعيد الفطر المبارك وكل سنة ومنتطيبين خلاص تهانت كلها أيام بسيطة وعلى رمضان عدى عينا بسرعة ومحسناش بيه خلص كل سنة ومنتطيبين بمناسبة طبعا خلاص انتهاء شهر رمضان خلاص على الأبواب وكمان عيد الفطر المبارك يلا بينا نكمل الفيديو وعاستنى كمان تعليقاتكم الحلوة وتكتبوا تحت في الكومنتات ايه أكتر فيديو أو مقطع عجبكم وكمان اللايقات الحلوة اللي زيكم واللايقات الحلوة والكومنتات الحلوة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد من الفيديوهات اللي أنا بنزلها وتعالوا نشوف الشوارع الإيرانية عاملة زيدي هنشوف كمان الأسواق هناك عاملة زيدي وحاجات حلوة جدا هتعجبكم في فيديو النهاردة تعالوا نكمل الفيديو ونشوف كل المقاطع دي مع بعض تعالوا نشوف كمان البيت اللي في الريف ده السيادة بتاعتها دلوقتي هتخرب وتعمل ايه من اقطع المقاطع اللي انا بحبها جدا اما تلاقي الستة الريفية بتاعت اللي عايشة طول عمرها في الريف وكده بتخرج بقى وبتبدأ تأكل الطيور بتاعتها يعني المنظر ده الواحده كافي جدا يعني يفتح النفس شايفين بقى شكل الوزة الحلو جدا يعني عندنا هنا في مصر ناس كتير طبعا لسه بتربي الوزة يمكن في السعيد اكتر كان منتشر عندنا هنا يمكن في المدن السياحلية كتير بس طبعا دلوقتي بقى مع التمدن بقى وكده ما عادش منتشر قوي غير طبعا مثلا في المناطق الريفية اكتر والبط بقى والطيور فشكلهم حلو جدا وشكلهم يفتح النفس قوي تعالوا نشوف هنا كمان طبعا البوتجاز او الفرن اللي هو الحراري ده اللي من غير كهرباء خالص موجود طبعا في معظم البيوت الايرانية عشان كمان الاجواء الشتوية لكلها بتكون تلجو كده بحكم ان طبعا المنطقة بتاعتهم دي منطقة في الجبل فطبعا الجو هناك بيمطر تلج في معظم الاوقات فلازم ان يكون موجود في كل بيت او معظم الارياف عامة اللي هو الدفاية من غير الكهرباء دي منها بوتجاز بيحطوا عليها ويسخنوا المياه بتاعتهم ويسخنوا كل حاجة عليها من فوق وكمان بيتدفوا في النار بتاعتها شايفين كمان هنا برضو كمان شكل الزرع هو موجود لسه في الارض وكده شايفين قد ايه شكله حلو جدا هي هنا طبعا بتروح بقى تيجني الاستمار اللي طلعت معاها كله من خير البلد او الريف اللي موجود زي ما احنا شايفين كده مع بعض لما تقل الخيار والطماطم الكوزة كل حاجة موجودة بدأت لما كمان كويس جدا وبتخصلها كمان في الريف كده زي ما احنا شايفين تبدأت تعمل بقى طبق صلطة حلوة جدا تعالوا نشوف هنا كمان بقى اجواء الاسواق هناك عاملة ازاي السوق بتاع الخضار والسمك زي ما هو موجود عندنا كمان برضو الفكهة موجودة يعني الفكهة دي ممكن اشبه بالكمترة عندنا في مصر موجود كمان الخوخ اللمون يعني التوم طبعا التوم ده من الاساسيات الموجودة هناك الاسماك يعني السوق بالزبط يشبه للاسواق بتاعتنا ما فيش اي اختلاف خالص يمكن كل البلاد العربية او كل البلاد عمتا اللي جانب بعض في بلاد الشام وهنا كمان عندنا الحمد لله كبلاد عربية يمكن نظام حياتنا او نمط حياتنا مقرب لبعض بحكم طبعا ان احنا دول اسلامية وكده فيعني روتين حياتنا اشبه ببعض يعني الناس كتير جدا كمان كانت شافت الاسواق دي قالت شبه السوق اللي موجودة عندنا في بلدنا طبعا الرومان ده من الفاكهة الاساسية يعتبر الفاكهة رقم واحد في الاسواق الايرانية لان طبعا هناك في ايران الرومان ده بالنسبة لهم اهم حاجة بيعملوا طبعا منه دبس الرومان الرومان ده بيدخل عندهم في الحلبيات بيدخل عندهم في العصائر فكل حاجة هناك بيعتمدوا عليها على الرومان يعني الاجواء مش مختلفة خالص عننا هي الاجواء كلها واحدة انا عن نفسي بكون مستمتاع جدا وانا بتفرج على الجولة السريعة اللي بتكون اا في الاسواق دي تعالوا نشوف هنا كمان برضو مش على قد الستات بس اللي بتهتمل بالطيور وكده الرجالة كمان بتبدأ تساعدهم في حاجة زي كده وطبعا هما شايفين بحق من ده عملهم وشغلوهم لان طبعا الحاجات دي هما بياخدوها بعد كده وبينزلوا بيها الاسواق بيبدأوا طبعا يبيعوا الطيور دي لان هما اا مش بحق ان هما بيربوها على قد ما هيكلوا ويشربوا بس هما طبعا بياكلوا ويشربوا وكل حاجة من الحاجات اللي بيربوها عندهم في الريف عامتا وكمان بيبدأوا يستغلوا الموضوع ده كأنه بالضبط مشروع ليهم بيبدأوا طبعا الستات اا اا ده كأن شغل لها من البيب بتبدأ طبعا تتبح الطيور وتاخدها تبيعها في الاسواق هناك وطبعا الناس كتير جدا بتشتري الحاجات دي بتشوفها ان هي حاجة طبيعية جدا مش اخد مكسبات طعم ولون وحاجات ملهاش لازمة حاجات صحية اكتر عشان كده بيحابوا يعتمدوا على الحاجات اللي بتكون جايلهم من الريف اكتر زي ما احنا برضو هنا بنعمل كده دلوقتي او كل بلاد العالم كمان بيهتموا دايما بالحاجات الصحية اكتر بحكم طبعا بقى كمان الامراض اللي بقت منتشرة بكده كلنا بنحاول نتجه دلوقتي الحاجات الصحية المفيدة اكتر اللي مش فيها كيمويات مفيش فيها مكسبات طعم ولون الحاجات دي كلها طبعا بتكون مدرة اكتر فعشان كده الحاجات اللي بتكون بخير بلادها او الحاجات الطبيعية دي هي المفيدة اكتر تعالوا نشوف هنا كمان برضو الستات وهي بتجمع الفاكهة والخضار مع ازواجها بتكون عاملة ازاي بيبدأوا يساعدوهم سواء حتى كمان في الطبيق في التنظيف في جني الفاكهة والسمار والحاجات دي اه قد ايه طبعا بيشوفون الحاجات دي هي مصدر رزقهم زي ما قلتلكم ده شغلهم هم شغلوهم هناك طبعا اه بينزول الارض يبدأوا طبعا يزراعهم يشيروا بعد كده السمار مع بعض كل حاجة حتى تنظيف الارض يشيروا منها الاشك الكلام ده كله كلهم بيساعدوا بعض في موضوع زي كده شايفينها طبعا بقى بيسلموا علينا وهما خلاص بقى مخلصين الشغل بتاعهم في اليوم ده وكانوا مروحين تعالوا نشوف هنا كمان برضو مقطع تاني كانوا بيبارولنا في ايه تعالوا نشوف كمان شكل المدينة من فوق اللي هم او او فوق البيت اللي هم عايشين فيه شكله عامل ازاي قد ايه المنظر روعة جدا جدا من فوق دي بحيرة كده صغيرة هم حواليها والارض بتاعتهم حواليها فالمنظر لوحده يفتح النفس جدا شايفين طبعا دي منطقة صغيرة فيها البحيرة دي بس الشكلها حلو جدا هنا كمان بيقول لنا الستات عمتا حتى لو جدته ومامته كلهم بيبدأوا طبعا يساعدوا بعد هنا طبعا كانوا بيجيبوا الرمان وبدأوا طبعا يقطعوه كويس طبعا بعد ما غسلوه بيبدأوا طبعا يفصصوه عشان بعد كده الرمان ده هيدخل معاهم في مراحل زي ما قلت لكم بيتعامل منه دبس الرمان بيتعامل منه حاجات تانية كتير بيدخل كمان برضو في عمايل الجلي موجود هناك آآ زي ما شفنا طبعا قبل كده مع كده سيدة ايرانية بيدخلوه كمان في عمل الحلويات والسلطة بيتبخوه كمان آآ مع انواع كتير جدا من اللحوم والفراخ بيعملوا منه حاجات كتير زي ما احنا شايفين طبعا الجزء اللي بيخلصوا بيبدأوا طبعا يعملوا منه دبس الرمان وبتقولوا شايفين ايدينا بعد الموضوع ده والتعب والمشاكل اللي هما شافوها في اليوم ده بس عمتا بيكونوا مبسوطين جدا لان ده هو التعبهم وشغلوهم اللي هما بيحسوا بقى ايه بعد كده براحة نفسية نتيجة التعب والمجهود اللي هم عملوه هنا كمان برضو بيورينا آآ ده زي بانجر كمان بيتعامل بنوع معين كده مع الرمان فبيوصل لدرجة حرارة معينة بيبدأوا كمان طبعا يطبخوها على النار زي ما احنا شايفينه بيعملوا كمان منه آآ عصير الرمان اللي هنشوفوا كمان دلوقتي مع بعض وبيعملوا كمان المربة اللي بتكون قد ايه حلوة جدا تعالوا نشوف هنا كمان طبعا بعد ما بيبدأ يصفيه عشان يشيل منه البزر بتاع الرمان شايفينها كمان بقى بيقولوا على العصير ده قد ايه حلوة جدا طبعا كل ما بيتقل معاهم على النار كل ما بيتحول اكتر للمربة ده ما قلت لكم الرمان ده بالنسبة لهم اهم حاجة انا طبعا الرمان سبحان الله من الفواكه المفيدة جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو الاجواء اللي في الاجواء الشتوية والتليج زي ما احنا شايفين بيقولوا يعني الموضوع مش هلقدي كده بياخدوا طبعا معاهم في الارض اللي احنا شفناه البتجاز الصغير اللي كان اشبه عندنا في البيوت المصرية زمان بالوبور وطبعا ده موجود لسه الى يومنا هذا فيه معظم البيوت المصرية بيستخدموا الوبور ده سواء في الريف او في البيوت معظم البيوت طبعا بتستغناش عنه وفيه ناس كتير جدا حالتها المادية متيسرة جدا بس بيحبوا جدا الوبور ده شايفين طبعا شكل المدينة من فوق قد ايه شكلها حلو جدا وسط الجبال بقى والتليج والجو الحلو قوي ده طبعا لو وصلتم هنا للفيديو ما تنسوش اللايقات الحلوة وتتمنى ان شاء الله يكون فيديو النهاردة عجبكم تنسوش كمان اللايقات الجميلة اللي منكم سوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اللايقات الجميلة اللي منكم سوفكم ان شاء الله على خير في اللايقات الجميلة اللي منكم سوفكم ان شاء الله على خير في موظف شايفين طبعا شغير في امتالي اشتركوا في القناة